اعزائي المتداولون اهلا وسهلا بكم ومع الاستطلاع اليومي من ديلي فوركس الدولار الامريكي في هو في تراجع خلال اغلب اليوم خاصة مقابل الدولار الاسترالي الذي حصل على الدعم من بيانات موافقات البيان البناء الايجابية مرضى اصواق الاسهم العالمية في ارتفاع ولا يزال سعر النفط الخام قريب من مستوى 50 دولار للبرميل تمتع زوج اليومي مقابل الدولار الامريكي بانسحاب ساعد يوم امس ومع ذلك لا يوجد اي تغيير كبير في الهيكل الهابط قد يتغير هذا اذا وصل الزوج الى مستوى الدعم الحاسم عند 1.1668 يستمر زوج الدولار الامريكي مقابل اليومي الياباني في الارتفاع من خط الاتجاه الداعم يعتبر مستوى 111.81 بالغ لاهمية لتحديد ما اذا كان الاتجاه الوابط على المدى الطويل سيؤكد نفسه من جديد في نهاية المطاف ارتفع زوج الاملات الجيني الاسترليني مقابل الدولار الامريكي واختبر المستوى الصحيح عند 1.47 في اواخر جلسة التداول الاسيوية بعد ان اشار استطلاع اخر لان المملكة المتحدة من المرجح ان تصوت لصالح البقاء داخل الاتحاد الاوروبي نحن نرى الان الاتجاه صاعدا لهذا الزوج شكرا لكم وتداولا موفقا اشتركوا في القناة